اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء اهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية على مختلف الصعد والسمرار الدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة منوها سموه بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في مجالات العسكرية والدفاعية جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله في قصر الرفع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني دانا سترول نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط حيث رحب سموه بزيارة نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي الى المملكة مشيدا بما يجمع بين البلدين الصديقين من علاقات وثيقة عززتها الاتفاقيات المشتركة والتي اسهمت في فتح افاق ارحب في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة منوها سموه بالدورة الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة وخلال اللقاء تم استعراض مجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شكرا شكرا